موضوعنا الآن حيكون عن السيارات الكهربائية في السعودية اللي هو كان حلمه بدأ يتحول لواقع ملموس ومنها يأتي إطلاق شركة سير كأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة واللي انطلقت تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة اللي بتركز على إطلاق وتمكين القطاعات الواعدة لتنوع أو تنويع مصادر الاقتصاد السعودي وفقا لأهداف رؤية 2030 وبما يتماشى كمان مع أهداف المملكة في تخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة كمان على البيئة تعزيزا للتنمية المستدامة تفاصيل أكتر مع ماجد إصغيري في هذا التقرير دعونا نتابعوا سوا صفر انبعاثات كربونية رقم ليس بعيد بعدما كشفت المصادر عن اقتراب تدشين أول مصنع متكامل لإنتاج السيارات الكهربائية بالمملكة بكلفة تخطى 12 مليار غيرها السيارات الكهربائية مشروع نوعي بدأ في 2018 من أجل الانتصار للبيئة وتأزيز الاستدامة ومواصلة رهان السعودية الخضراء الذي أعلنه ولي الأهد وأدهش بتنفيذه العالم بليارات دولار استثمرها صندوق الاستثمارات العامة منذ 6 سنوات في لوسيد موتورز ليطلاق أول سيارة كهربائية وبعدها واصل المشوار ليمتلك الصندوق أكبر حصة لمجموعة لوسيد خارج الولايات المتحدة الأمريكية انتقالة نوعية حقق من خلالها الصندوق مستهدفاته بإنشاء أول مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية سير وذلك بهدف إنتاج 500 ألف سيارة سنويا بحلول عام 2030 صفر انبعاثات كربونية وطاقة نظيفة وسعودية خضراء كانت بالأمس عنوين واليوم حقائق يعاينها الجميع بالسيارات الكهربائية السعودية خضراء ترجمة نانسي قنقر